ما زال مسؤول الإسماعيل يعيشون في حيرة من أمرهم وخصوص إصرار نظراؤهم في نادي نجوم المستقبل بالحصول على الغرامة التي قضت بها المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا لصالحهم في قضية اللاعب إبراهيم حسن وقدرها مليون ومتن وخمسين ألف دولار بخلاف خمسة في المية فوائد عن التأخير وكان نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي عرض على زملائه الأعضاء قبل ثلاثة أيام قيام نجوم المستقبل بالضغط على لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبة النادي الإسماعيلي بسداد الغرامة الدولية واجبة النفاذ المستحقة لصالحهم في قضية اللاعب إبراهيم حسن وضرورة تنفيذ العقوبات التصعودية المتمثلة فيه خصم النقاط ونقل خمس مباريات رسمية للفريق من ملعبه وأخيرا الهبوط القسم الثاني وتقدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي لا يمتلكون حاليا السيولة المالية بالعملة الأجنبية للوفاء بالغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية عام 2018 في عهد مجلس إبراهيم عثمان ويعد هذا الملف بالنسبة لهم الأصعب على الإطلاق خلال الوقت الراهن ترجمة نانسي قنقر